اشتركوا في القناة ولكن نحو صيف آمن نريد أن نتحدث حول الإجراءات وحول كيف التفائق كيف سيكون تعامل المؤسسات في حاله الظهور وإصابات وغيره نتحدث مع المهندسة نجاح أبو طافش مديرة الصحة والسلام المهني في وزارة العمل يعطيك العافية مهندسة نجاح الله يعافيك وشكرا لكم ولقناة اليارموك ولجميع المتابعين لهذه القناة الله يسلمك ودارك فيك وأسعد الله مساءكم بكل خير تسلمي مهندسة بداية يعني كيف الاستعدادات في وزارة الصحة لأجل هذا الموضوع وأهم الإجراءات يعني المؤسسية بالذات وفي حال ظهور إصابات للوصول لصيف آمن إن شاء الله كما تعلم أخي العزيز منذ بدأت الحكومة بالإعلان عن خطوة الوصول إلى الصيف الآمن وأناطط بوزارة العمل مسؤولية إعداد البروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا كل القطاعات اللي راح يتم فتحها على مراحل ويوم أمس كانت المرحلة الأولى بفتح عدد من القطاعات تم إعداد هاي البروتوكولات بالاعتماد على البروتوكولات الصادرة من مركز إدافة الأزمات فيما يتعلق بحال فدوث إصابة وضمنت كذلك هاي البروتوكولات نطاق تطبيق كل بروتوكول بما يعني كالقطاع الرياضي كقطاعات الترفيه والتسلية وكان في عنا تتضمن إجراءات الوقائية قبل البدء بفتح القطاع وقبل البدء بالعمل بالمنشأة إجراءات أثناء العمل وإجراءات تتعلق بالعاملين وبالمرتادين طيب يعني أبرز هذه الإجراءات خاصة في حال وقوع إصابات في المؤسسة يعني مؤسسات حكومية أيًا كانت عند حدوث الإصابة كيف يتم التعامل؟ إحنا كمؤسسات حكومية وكمؤسسات قطاع خاص للجميع ملزم باتباع البروتوكول نطاق عن إدارة الأزمات بحال حدوث إصابة والتي تضمنها لبروتوكولاتنا الصادرة من عنا اللي هي إغلاق المنشأة لمدة 24 ساعة إجراءات التعقيم إجراءات تتعلق بالمخالط بالمصاب كل هذه الإجراءات طبعا كلها بالتنسيق مع مدريات الرعاية الصحية الموجودة في جميع أنحاء المملكة طيب ماذا عن موضوع إعادة فتح القطاعات الآن؟ هل بدأتم بترتيب ذلك؟ هل هناك إعلانات؟ نعم أخي كما بدأت في بداية حديثك وتفضلت لأنه إحنا لا نرغب بالعودة إلى بدخول موجة ثالثة ويمكن نحكي عن الفتح التدريجي للقطاعات بكي نصل إلى وضع وبائي آمن ونتجدنا بالدخول في موجة ثالثة ولعلك تذكر أنه في شهر اثنين تم فتح العدد من القطاعات ودخلنا في الموجة الثانية وتم الإغلاق لمدة تقريبا ثلاثة نحكي عن ثلاثة أشهر وكانت خسارة يعني عظيمة بالنسبة للاقتصاد الوطني وها نحن نحاول العودة إلى فتح هذه القطاعات لكن بنفس الوقت بنوازن بين الاقتصاد وبين الصحة طيب ماذا عن الوضع الرقابي لديكم في وزارة العمل حول تنفيذ هذه الأليات؟ جميع هذه البروتوكولات تم تعميمها على جميع الجهات الرقابية المعنية في المملكة وسيعمل على تنفيذها من خلال فرق التفتيش نحن نتمنى ليس الهدف الوصول إلى مخالفة المنشأ بقدر ما هو الهدف الوصول إلى الصيث الآمن باكتباع الإجراءات الموجودة والضمنات هذه البروتوكولات ويمكن الحديث الساعة أنه كان التركيز في هذه المرحلة على إعطاء المطعوم يعني نحن نحكي عن كمامة وعن تباعد وعن تعقيم لكن في المقابل الدور الأكبر هلأ بيطلع فيه المواطن والصاحب العمل ومرتاد المنشأة من حيث أنه التركيز على المطعوم وكل البروتوكولات نهاية طبعا بتم إعدادها ومراجعتها مع الجهات المعنية وبتم اعتمادها من وزارة الصحة ويمكن الكل بتحدث عن أنه من خصوص المرتادين لازم يكون مطلقين الجرعة الأولى ومرور 21 يوم على طلقيها كذلك بالنسبة لأصحاب العمل والعاملين في هذه المنشأات نعم طيب يعني مهندسة الآن بدأ أن العمل للوصول لصيف آمن هل هناك يعني بعض القراءات التي في حال وصلنا لها ستتغير ممكن بعض الإجراءات نعم خطة الوصول لصيف آمن كما أعلنتها الحكومة والرئاسة الوزراء على مراحل تتضمن ثلاث مراحل المرحلة الأولى بدأت يوم أمس اعتبارا من واحد حزيران المرحلة الثانية بواحد سبعة في عنا كمان بخمسة وشترة في فتعات رح تفتح ورح يكون في إلها كمان بروتوكولات في عنا كمان وإجراءات طبعا زائد أنه في واحد تسعة في كمان عنا مرحلة ثالثة وإلها إجراءاتها وإلها متطلباتها وإشتراطاتها الصحية طيب سؤالي الأخير مهندسي يعني في الوضع في الوضع العام ويعني في التعامل الطبيعي إن كان في الشارع في 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 الدكان في الكذا بدأنا نلحظ إنه الناس يعني بدأت تفقد يعني الالتزام في في وسائل السلام العامي إجمالا اللي هي الكمامة والتباعد والسلام وغيره ما بعرف إن أنت بتلاحظ هذا الشيء أو لا والله نحن يعني هذا ما لا نرغب فيه لا نرغب بالعودة ولا الدخول إلى مرحلة ثالثة والكل عندنا يمكن اللي ما انصر بكورونا أكيد أحد بالخصوصات بكورونا واللي كمان الوفيات اللي كانت في المرحلة الثانية ما كانت بالوقع الساهل علينا جميعا أكيد فأنا نتمنى نتمنى التزام المواطنين يعني بالتزامنا نصل إلى الصيف الآمن يعني نحن الفكرة أنه نحن نخاف أن هذا التساهل أو هذا الابتعاد عن الالتزام يكون في المؤسسات في الإمكان قطاع الحكومي أو الخاص يكون ذلك أكثر يعني يكون عدم وهناك عدم التزام فهل وضع الرقابة يعني محكوم بشكل جيد ومتابع بشكل جيد للمؤسسات نعم نعم حتى يعني حتى القطاعات بالنسبة للقطاعات التي تفتح أو التي فتحت بدأت بالفتح التدريجي اعتبارها من واحد حزيران كان هناك تسمية من قبل المنشأة بتسمية الضابط وقاية صحية لمراقبة التزام العاملين والمرتادين للمنشأة حتى نوصل زي ما تفضلت لمرحلة الصيف الآمن وما ننجعل نصل بمرحلة ثالثة ونتجنب عواقبها كدولة وكحكومة وكمواطنين إن شاء الله يعني إن شاء الله نحكي معك في نهاية الصيفة ونقول أنه نحن الآن في صيف آمن بإذن الله إن شاء الله كل الجميع يتمنى ذلك إن شاء الله كلنا نتمنى ذلك بإذن الله بإذن الله المهندس المعجاح أبو طافش مديرة الصحة والسلام المهنية في وزارة العمل شكرا جزيلا لك شكرا شكرا لقناتكم المؤكرة ويعطيكم ألف عافية الله يعافيك شكرا لك